هذا يقول أكلت مع الأذان الفجر هل الصوم صحيح يا أخي إذا بدأ الأذان أمسك عن الأكل والشرب لأن الأذان على طلوع الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبح فجعل أذان ابن أم مكتوم غاية للأكل إذا سمعوه يمسكون عن الأكل لماذا؟ لأنه يؤذن على الفجر الآن المؤذنون يؤذنون على الفجر على التوقيت فإذا سمعت الأذان أمسك عن الطعام والشراب لأنه قد طلع الفجر